في لحظة المرح في الاحتفال في يوم الإجازة خميس وجمعة أو سبت واحد كما في الدول الغربية ويحتفل ويشرب النبيض لماذا نخجل من هذه الأشياء؟ لن نخجل منها هذه هي ثقافة الحياة هذه هي ثقافة وبالعكس لماذا نخجل منها وأنتم تقولون أنها موجودة في الآخرة أنها موجودة بالقرب من الله كيف تردير أن نخجل منها؟ يعني ليش هي عيب؟ ليش النبيض اليوم عيب والنبيض اليوم كارثة وفضيحة بس لا ما توصل لها عند جنب رحم الراحمين يدي لك نهر خمر تلتبق لا ما تقول بس بالعكس احنا منقول يشرب لك نص قارورة بحيث تجمع دوما ولا تخالف القانون ما معنى لا تخالف القانون؟ إنه لا تشرب زيادة بحيث تكون تضر الناس عندما تخرج ولا تسوق وانت ساكر هذا اللي بنقول لك لا تخالف قانون البلد يعني احنا بندي أشياء محددة مكساعكم بتقولوا يعني أنهار من نبيض وأنهار من خمر وبنات حور تدوهن بعد سبعين ثمانين واحدة وهولا فينة في الجنة جنب الله يعني عاديات عاليات ليش المحرمات وذلك بتقولوا هذه تسموها الحياة الدنيا وكأنها حياة رخيصة هذه الأرض وليس الدنيا هذه الأرض وهي الحياة الأبدية للناس وعليهم أن يعوء هذا الأمر وأن يستمتعوا والذي يريد يعمل لآخرة من باب الاحتياط ولو حتى خمسة في المية لا يضر شيء غيره وخلاص والله بايدخله الجنة إذا فعلا الجنة موجودة لن يحاسب الناس الله على معتقداتهم لأنهم ورثوها ولا ذنب لهم يعني بالله عليك عيبز الله الشعب الصيني هذا كله مليار وثلاثمائة مليون ويدخلهم النار يقول لك لش ما وقعته مسلمين بايقولوا يا اللهم واش ذنب نحن يعني خليتنا نولد في الصين وتشارت حاسبنا على صنعه ولا على مكه يا جماعة هذا الكلام غير منطقي هذا الكلام غير صحيح استمتعوا عيشوا بحياتكم نحن عندما نعيش حياتنا نحن في مجتمعات تتعامل باحترام مع هذه الأمور وبالتالي نحن نعيش في سكف الحرية الممنوحة داخل هذا المجتمع وعندما نرسل هذه الرسائل للداخل في اليمن نقول لهم هذه المواضيع التي يقولون اذهبوا لتقاتلوا وتموتوا وتقتلوا بعضكم البعض لتحصلون عليها في الجنة يمكن الحصول عليها في الدنيا يمكن الحصول عليها حتى داخل اليمن يمكن أن نحول اليمن إلى جنة وبدل من ريئ للخمر في الآخرة نشرب لنا في الدنيا أشعي ضرر أشعي ضرر لا فعلنا مصنع نبيذ فاخر في بني حشيش بدل ما نفعل معهد وجامعة الإيمان تخرج مضطرفين وإرهابيين يفجروا الناس مصنع نبيذ فاخر ويعني نخلي الشعبي يفتهن في الأطلة في الخمس والجمعة وفي نفس الوقت ما زاد نصدره للخارج وبحكم أن العنب اليمني من أجود أنواع العنب سيكون النبيذ اليمني من أرقى أنواع النبيذ في العالم سيكون مصدر دخل هائل جدا مصادر الدخل من مثل هذه القصص البسيطة تؤتي بأموال أكثر من النفط هل تعرفون أن دخل بعض الدول الأوروبية الصغيرة من أشياء بسيطة هولندا من اللبن أكثر من النفط السعودية ومساحتها ليست ربع منطقة الرياضة مش ربع ولا خمسة في المئة من منطقة الرياضة عندما يوظفوا الناس عقولهم ويشتغلوا صح سيبدعوا وإحنا نبونا حرام 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 وبنفعلهم كلهم بيرجعوا الناس يفعلوا ويموتوا الناس الشراب البلدي لأنه يشتيت كيف نفسه وكيف نفسه بيشيروا يمني المساكين يشموه شلك 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 قد حتفكر في هذا الشي ليش لأنه محروم من هذه الأمور وإذا ألقي له مسكن حبة بيره كوداً يلاحقها وعاد العسكري الشمشم فهوك السيارة ولا ألقيها ولا ألقي القارورة الخمر العسكري شلها منه ولا بجه وبزل حفز وانت سير القارورة يشربها العسكري أو وكيل النيابة ولا وصلتها لعند القاضي كلها دجل كلها ضحك كلها كلها يعني كوارث تدخلوها في عقولنا خلوا الأشياء الجميلة عيب وحرام وفواحش ولا تجهربوا الفواحش لكن